البشارة بيسوع المسيح أنا موجود على جبل القفزي التقليد بيقول أنه حاول اليهود يرمو من هذا المكان لكن يسوع جاز في وسطهم الناصري كانت قرية صغيرة تعداد سكانها لا يزيد عن الأربعمية أو خمسمائة نسمة معظم الرجال كانوا إما بيشتغلوا في الناصرة أو بيشتغلوا في بلد روماني جديد كان في أيام المسيح اسمها سيفوريس وأنا بتأكد أنه معظم الرجال خدموا لأنه الكتاب بيتكلم أنه يوسف كان نجار والكلمة نجار باللغة الأصلية تيكتون تعني هانديمان يعني الشخص اللي بيشتغل بأيديه ممكن بنجارة وممكن كمان بالحجارة لأنه بتشوفوا الحجارة في كل مكان شيء آخر الناصري كانت بلد ريفية بسيطة جميلة متواضعة جدا في قلب الجليل وهذه المدينة الجميلة عاشت فيها مريم وأيضا يوسف النجار والبلدة انتوا عارفين عادة بتكون مبنية على جبال حتى يستخدموا الأراضي الزراعية في السهول وبتكون قريبة على الطرق الرئيسية وفي نفس الوقت لازم يكون في نبع مياه مياه وهذا نبع المياه مازال حتى يومنا هذا موجود في كنيسة البشارة للروم الأرتودوكس الحياة هون حياة زراعية أو إذا كانوا رجال بيشتغلوا في فنجارة في الحجارة في أي صنعة من غير التوقع مريم الطاهرة الناصعة اتفاجأت بزيارة خاصة من الملاك جبرايل عندما جاء وحيا مريم وقال لها السلام لك أيها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة أنت في النساء أو كما هي قالت عن نفسها منذ الآن جميع الأجيال تطوبني جاء الملاك وقال للقديسة مريم لا تخافي فإنك وجدت نعمة عند الله وهأنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع مريم طبعا كانت زكية وبارة وطاهرة وعندها معلومات في الكتاب المقدس والعهد القديم سألت الملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا أجاب الملاك وقال لمريم الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله قال لها لا تخافي وجدت نعمة عند الله وهذه البشارة أحبائي تمت في مدينة الناصرة ومريم عرفت أن هذا الشيء افتقاد إلهي ليكن لي كقولك وآمنت صدقت وامتلكت هذا الوعد رغم كل الظروف الصعبة والعدات والتقاليد اليهودية الموجودة في هذا البلد ليه الرب افتقد مريم في مدينة الناصرة الناصرة لها هدف ومخطط في فكر الله إذا بتتذكروا نبوة الشعياء النبي عندما قال عن أرض زبلون ونفتالي الجالسين في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور وهذه الأصباط الشمالية أخذت إلى السبي الآشوري سنة سبعمية واثنين وعشرين هذه الأصباط اللي شافت الاضطهاد والحرب والدمار والقتل والعنف والتهجير والسبي هي الأصباط اللي راح تشوف أولا نور المسيح وهذه النبوة تمت بمجيء الملاك عندما بشر القديسة مريم العذراء وتتميم النبوة طبعا من خلال خدمة يسوع المسيح في إنجيل متى الإصحاح الرابع عندما ذهب إلى كفر نحوم التي كانت تعتبر حدود بين جليل الأمم وجليل اليهود نفس الشيء أرض زبلون ونفتالي الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور هاي الأصباط اللي شافت السبي هي الأصباط اللي اختبرت وشافت نور يسوع المسيح من أجل هذا كان الموضوع في فكر الله إنه الرب الملاك يجي ويبشر مريم العذراء بمجيء الرب يسوع المسيح في بلدة فقيرة في بلدة متوادعة في بلدة حتى غير مسكورة يعني حتى نثنئيل اللي من قانا الجليل عندما عرف عن المسيح وقيل له عن يسوع قال هذه العبارة أيكون شيء صالح من الناصرة طبعا الجواب كان تعال وانظر كان سمعة الناصرة سمعة رديئة مش حلوة وكانت الناصرة مثل ما ذكرت يعني آخر ما إنه أي شخص يتوقع إنه ملاك الرب يجي إلى مدينة الناصرة مش في الهيكل أو في القدس أو في أي مكان آخر بعيد عن كل الأنظار جاء وافتقد القديسة مريم العذراء بأعظم بشارة وأعظم زيارة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة